مرحبا عزيزين متابعي قناة بلين بعيدنا عربية نزل عندنا تحديث جديد تطبيق X أو تويتر هذا التحديث بإصلاح الأخطاء وأيضا بعض الميزات الجديدة اللي نزلت حبيتش صحيح لكم إياها لكن قبلها رجاء كل شخص يدخل على هذا الفيديو أن يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو مثل ما تعرفون إيلون ماسك صار المالك الجديد لتطبيق تويتر ما تعرفون إيلون ماسك صار المالك الجديد لتطبيق تويتر فحب أنه بالبداية غير الاسم إلى X والشي ثاني أنه حاب أنه ينافس بقية التطبيقات فاللي عمله أنه بالمستقبل القريب راح يصير التطبيق يدعم مكرمات فيديو ومكرمات الصوت أيضا بدأ يعطي أرباح حتى ينافس أيضا تيك توك وبقية التطبيقات ويوتيوب أيضا فحاب أنه يعطي أرباح وفعلا أعطى أرباح والأرباح كانت أعلى من كل المنصات حسب أنا مقريت فأتمنى أنه كل واحد عنده متابعين هواية ويحقق الشروط أنا ذكرتها ويشترك عنده بالتوثيق راح توصل أرباح يعني اللي ياخذ من يوتيوب مثلا 100 في التويتر ياخذ 300 هذه المقارنة بين التطبيقين حسب ما قريت أنا يعني لأنه ما عندي أرباح فما أقدر أقولكم الشيء الصحيح وأيضا كل واحد مشترك بالبريميوم راح يقدر يخفي الإعجابات اللي توصلها على الفيديوهات مالد الآن كيف راح نحدث التطبيق بصورة صحيحة حتى نحدث التطبيق بصورة صحيحة راح ندخل على الأبل ستور وندخل بالعلى وننزل الشاشة إلى الأسفر راح تنزل التحديثات النازلة وننزل إدنى تطبيق تويتر أو إكس وهذا التحديث برقم 10-5 قبل ما نحدث نروح على الإعدادات ننزل على عام ننزل على تحديث البرنامج تأكد التحديث 16-6 بعدها راح ننزل على مساحة التخزين نشوف كم المساحة لو كانت عبر الواحد جيجا مثل هنا اللي عملة أحذف التطبيق وأرجع رجع حتى هذه المساحة المستندات الغير مستخدمة تروح كلها أرجع التطبيق رجعت نزلتها وأروح أشوف كم صارت المساحة أدخل على مساحة التخزين أشوف كم صارت مساحة تويتر صارت 600 بعد ما كانت 2 جيجا تقريبا أدخل على تويتر كل واحد مشترك حاليا في بريميوم هذه الخدمة راح يقدر يفعل الأرباح هنا وتجي ميزات إضافية للأسف أنا مشتركت لأنه ما عندي متابعين هواية فأتمنى أن تشتركون كل واحد يشتغل خلي يضيع وقته على شيء يستفاد منه بالمستقبل لا يضيع وقته فقط عبثا تحياتي لكم أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاضر شكرا لكم مع ألف سلام شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم